لدى استقبال سموه لوفد صيني برئاسة عمدة مدينة شينغن أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن مملكة البحرين ترحب باحتضان الاستثمارات الصينية وتدعم كل جهد يعزز التعاون التجاري والاقتصادية البحرينية الصيني وعلى استعداد لتهيئة كافة السبل التي تنمي الاستثمارات المشتركة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصة الإيضابية صباح اليوم السيد شيتجين عمدة مدينة شينجين بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور مملكة البحرين الاطلاعي على فرص التعاون الاستثماري وأوجه الشراكة المستقبلية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة والبناء على ما يجمع بين البلدين من احترام كبير ورغبة متبادلة في تنمية مجالات التعاون المشترك مشيرا سموه إلى أن فرص التعاون بين البلدين الصديقين عديدة وهناك فرص واعدة يمكن الاستفادة منها في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين والدفع بها إلى مراتب متقدمة تواكب توجهات البلدين في تحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يشهده التعاون البحريني الصيني من نمو متسارع بفضل اهتمام وحرص قيادتي البلدين على تنميتها والنهوض بها بما يجسد عمق ومتانة علاقات الصداقة بين البلدين مؤكد أن سموه أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهما وتوثيق عرى التعاون المشترك من خلال طرح المزيد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتنميتها بما يسهم في دفع جهود التنمية في البلدين الصديقين من جانبه عبر السيد تشو جينغ عمدة مدينة شنجين عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي يبدلها صاحب السموم الملكي رئيس الوزراء الموقر لتقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين في النهوض بمستويات التعاون بينهما إلى أفاق أرحم ترجمة نانسي قنقر